مرحباً أصدقائي سنقدم لكم اليوم أجندة غذائية لتنظيف القولون حاول فريق إعداد معيفة وأكثر أن يجمع أفضل النصائح التي يمكن أن تنظف القولون من السموم المتراكمة فيه وتوصلنا إلى نظام غذائي مضمون يعمل على تطهيره والمحافظة على سلامته هيا بنا نتعرف على التفاصيل بصوت صديقنا أحمد شكراً لصديقتنا ريم إن التهاب القولون مرض مزمن يلتهب فيه الغشاء المخطي المبطن للأمعاء الغليظة وينتج عنه قرح وإسهال دموي وغازات وانتفاخات وفي بعض الأحيان إمساك ومع هذا الإمساك تضطر عضلات القولون أن تضاعف الجهد كي تدفع الفضلات إلى الخارج إن أسباب التهاب القولون ليست معروفة ولكن هناك عوامل مساهمة تشمل عادات الأكل السيئة والتوتر النفسي والحساسية لمواد الطعام ولكن لا داعي للقلق فاتباعك للنصائح الغذائية التالية سيجعلك بعيداً عن أي اضطرابات في القولون أهم شيء هو أن تحتفظ بسجل يومي لكل ما تأكله ثم الأعراض التي تشعر بها فهذه الطريقة تمكنك من أن ترى أي الأطعمة قد زادت حالتك سوءاً أو وصلت بك إلى درجة من التحسن ينبغي عليك أن تراقب نفسك وتتعب قليلاً لترتاح كثيراً ثانياً تناول غذاء يحتوي على القليل من الكربوهيدرات والكثير من البروتين النباتي أريد هنا أن أعطيكم أمثلة السمك المشوي والدجاج والديك مصادر جيدة للبروتين الحيواني وفي ذات الوقت تناول كثيراً من الخضروات وإذا لم يكن في استطاعتك تحمل الخضروات النيئة يمكنك أن تأكلها مطهوة بالبخار كما تقول الدكتورة شريفة أبو الفتوح في كتابها التغذية الصحية والجسم السليم والذي نتابع من بين صفحاته هذه المعلومات القيمة رابعاً تناول غذاء غنياً بالألياف مثل الأرز البني نخالة الشوفان والشعير وبعض الحبوب ولكن يجب التأكد أن الحبوب جيدة الطهو يجب أن تضم الثوم إلى غذائك لأنه يعمل كمضاد حيوي تناول الأطعمة المشوية أو المخبوزة في الفرن وليس المقلية في الزيت اشرب الكثير من السوائل بجانب الماء مثل عصير الجزر تناول الجبن المصنوع من فول الصوية بدلاً من الأجبان الأخرى تناول الزبادي خال الدسم بدلاً من اللبن إذا كنت تعاني حساسية الأكتوز لحظة ما يجب أن تتجنبه بشكل مطلق استبعد الدهون وابتعد عن اللبن فالدهون والزيوت تجعل حالة الإسهال المصاحبة لالتهاب القولون أكثر سوءاً تجنب المشروبات الغازية والأطعمة الحارة وأي شيء يحتوي على الكافيين فهذه المواد تهيج القولون تجنب اللحوم الحمراء وتجنب الأطعمة المصنعة لا تأكل الفاكهة على معدة خالية لماذا؟ يجب أن تتناولها في نهاية الوجبة وكذلك العصائر بعد تخفيفها بالماء وأخيراً إليك بعض الملاحظات المهمة في حالة الإصابة بإحدى نوبات المرض أولاً لا ترتدي ملابس ضيقة حول الخصر ثانياً في حالة الألم الحاد حاول أن تشرب كوباً كبيراً من الماء فهذا يعمل على شطف القولون وقد يساهم في التخفيف من الألم عند إحدى نوبات المرض تناول الأطعم اللينة حتى يزول الألم خضروات مطهوة على البخار وتضرب في الخلاط مضافاً إليها ملعقة كبيرة من الأرز جرب تناول أطعمة الأطفال الصغار لمدة أسبوعين فهي أطعمة سهلة الهضم وأخيراً تقول الدكتورة شريفة أبو الفتوح نصيحتي إلى أي شخص مصاب بمرض التهاب القولون حتى ولو كانت الإصابة خفيفة أو غير نشطة أن يذهب لزيارة الطبيب حتى لا يتعرض لمضاعفات المرض حيث أن المصابين بهذا المرض يتعرضون لخطورة الإصابة بالعديد من الأمراض التي تصيب القولون والنظام الغذائي الذي ذكرناه لكم في هذه المعلومات كفيل بتنظيف القولون وتخليصه من السموم ولكن ينبغي أن تتوفر الإرادة للالتزام بهذا النظام الغذائي لنبقى بعيداً عن الأمراض شكراً لصديقنا أحمد أخبرونا في التعليقات عن طرق تعاملكم مع مشكلات القولون وهل جربتم شيئاً وشعرتم بالتحسن ولا تنسوا الاشتراك معنا في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد نتمنى لكم تمام الصحة والعافية وإذا كنت ترغب بمتابعة هذه المعلومات بشكل مكتوب بإمكانك زيارة رابط الموضوع في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر